طيب أنا هستخدم من جملتك زي ما اتفقنا في الحوار أنت قلت أنا خاين للهواء هل أنت خاين للمرأة لأنه المرأة عندك مش محبوبة قوي في عندك مشاكل في كتاباتك عن المرأة بس أنا ينفع أقول كده أنا عندي حالة حتى عند السيدة أمو كلسوم بس هنخلي أمو كلسوم لوحدة يعني أنت عندك المرأة في كده مشاكل مع المرأة في كذا حاجة كده أنا كنت قارتها يعني مثلا في الفضاحة الإيطالية بتكلم عن قصة حب بين مصر وبين إيطالية بالعكس في عشق وتقدير لها وهي أصلا أكثر تسامح ويمكن البطل فيها عنده حالة غضب شوية من مشاكل في الواقع الأوروبية الإيطالية هي أكثر تسامح وتفاهم للواقع أكثر منه بس عندك نظرة يعني للمرأة متكررة شوية ممكن ممكن يكون يعني أنت فكرتيني مثلا بإحدى الناقدات قالت أنه في نظرة ذكورية بتستخف بالمرأة شوية أو يمكن شايفها مادة للجمال يمكن في الكتابات الأولى لكن أنا بعتقد أنه مثلا في أشباح بروكسل أشباح بروكسل أحسن المرأة مين من أدباءنا وكتبنا كنت شايف أن المرأة عنده محطوطة في مكانها كما يجب لو عملت مقارنات بين الأديب الكبير نجيب محفوظ وأحسن عبد القدوس مش عشان أحسن عبد القدوس كتب كثيرا للمرأة ولكن في روايات كتير مختلفة يعني مثلا أو يوسف إدريس خلينا ندخل أو يوسف السباعي أو طاع حسين أو خيري شلب في رواية الوتد طبعا لا ده رفع المرأة جدا جدا هو ميزة خيري شلب أنه راح للمرأة في مناطق خارج المدينة مناطقها الشعبية القريبة الوتد الحقيقي صحيح لأنه هو كمان جمله كلها هو عنده رحة الشعب في رواياته المرأة في الريف وفي الصعيد وفي الحارة الشعبية قائدة وبتقود عندها حس قيادي بس زكاء المرأة أن هي تتراجع خطوطين وتدي إحاء للرجل أن أنت الكل في الكل تمام أنا هتتراجع خطوطين وهديك إحاء أن أنت كل في الكل دلوقتي